هنا لابد أنه يعرف أي شخص متعامل اقتصادي لروحاب يشوف سوق يعني يتيح له فرصة جديدة لابد من الذهاب في هذا المنوال يعني أنه يروح إلى الدورات التكوينية أو إلى المراكز التكوينية الخاصة علاش لأنه كما قلت أنه معظم الجزائريين رام شباب ورام مقبلين على العمل نسأل خاصة ونشوفه حنايا أنه كان إعلان يقول لك بالنسبة البطالة حتى وإن كانت في تراجع بسبب تدابير التخذات إلا أنه حنا آخر عدد تقدمه هو أنه 10% من البطالة ولكن الآن هذه البطالة هذه كان يعني أساليب من أجل التصدي لها موش فقط من خلال التوظيف وإنما من خلال المقاولة الذاتية من خلال فتح مشاريع كل هذا لازم أن يكون مرافقته عن طريق التكوين المهاني يعني أي شخص يحب يعمل مشروعه ليكون يتوظف لابد من تكوين إذن هو سوق مهم جدا بالنسبة لأي متعامل اقتصادي حب ينشط في هذا المجال